موسيقى خلينا أتكلم بهاي المرحلة عن بعض الأسباب لجاء المسيح وأصبح إنسان في أسباب كتير خلينا أسرد البعض منها أولا ليظهر لنا الله الآب وهذا طبعا مفهوم جديد في العهد الجديد الله الآب معروف في العهد القديم أما أنت يا رب أبونا كان في إدراك عن طبيعة الآب لكن مش المعنى والمفهوم الكامل في العهد القديم قال يسوع من رآني فقد رأى الآب فمجيء المسيح بالواقع حتى يفهمنا عن هوية الآب يظهر لنا الله الآب هذا الآب هو محب بحب كل البشر لأنه هكذا أحب الله العالم وهذا الآب يريد أن يكون في علاقة حميمة في شركة مع كل شخص من خلال قبوله يسوع المسيح كمخلص ورب لحياته المسيح أظهر لنا الآب أي الآب يريد أن يتواصل أن يتفاعل معنا وأن يكون معنا وهذا كونسبت جديد طبعا في العهد الجديد أنه المسيح أظهر مجيء المسيح أظهر لنا هوية الآب شيء تاني ليؤكد موعيد الله أنه الله فعلا أرسل الإبن إلى العالم فمجيء المسيح مش صدفي ولا عشوائي ولا مش معروف من وين أجى أو كيف أجى لكن في ترتيب زمني في استراتيجية في تحركات إلهية اللي وصلت كل الموضوع إلى إرسال الإبن إلى العالم هذه عطية الله الأمر مش غامض في العهد القديم مكتوب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا عم بثبت هذه الموعيد موعيد الله أنه الله الآب هو اللي أرسل الإبن إلى العالم ما أجاش من نفسه ما أجاش من عن طريق انتخابات أو ناس خولوا أو كان بين صحابة أو كان بين تلميذ إلى آخره وقالوا أنت يعني أملك أو أنت قودنا لا هو جاي في إرسالية محددة في إنجيل يحنى 26 مرة جاء المسيح ليفعل مشيئة الآب ويتمم إرسالية الآب فأكد على هذه الموعيد ففيه طبعا نبوات كثير عن يسوع فيه نبوات عن العبد المتألم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح للخلاص في المرة الأولى ولكن بيتكلم أيضا عن يسوع المسيح في مجيءه ثانية المجيء الانتصاري المجيء الممجد والمجيد اللي راح كل شخص يشوف مجيء يسوع المسيح بنصرى بقوة بمجد بانتصار ثم شيء ثالث يعني أسباب اللي صار المسيح فيها إنسان جاء المسيح ليفعل ويتمم مشيئة الآب قال طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله وفعلا جاء المسيح ليمجد الآب على الأرض قال مجدتك مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم جاء المسيح ليسترد المجد ويسترجع هذا المجد اللي تشوه وتلوث بسبب الخطية فجاء المسيح ليتمم مشيئة الآب يعني جاء المسيح بطاعة كاملة وخضوع كامل وولاء تام لمشيئة الآب وهو الذي قال في مستان جات سيماني إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك الجدير بالذكر أن الوحيد اللي استطاع أن يسر قلب الله والوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله عندما قال الله عن يسوع هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت فالمسيح الوحيد الوحيد بطاعته وبفعل مشيئة الآب هو الوحيد اللي تمم هذه المشيئة الوحيد بلا خطيئة اللي استطاع أن يردئ الله ويكون موضوع سرور الآب